بدأ لمن بخاري طلب الحديث في بلده أولا في بخارة أخذ العلم عن شيوخها ثم انتقل من بخارة إلى بلخ ليلتقي بعلمائها 600 كيلو تقريبا ومن بلخ سافر إلى مارو 800 كيلو تقريبا ومن مارو إلى نيسابور 140 كيلو تقريبا ومن نيسابور إلى الري 760 كيلو تقريبا ومن الري إلى واسط 985 كيلو تقريبا ومن واسط إلى البصرة 365 كيلو تقريبا ومن البصرة إلى الكوفة 390 كيلو تقريبا ومن الكوفة إلى بغداد 164 كيلو تقريبا ومن بغداد إلى المدينة المنورة 1530 كيلو تقريبا ومن المدينة إلى مكة 435 كيلو تقريبا ومن مكة إلى جدة 70 كيلو تقريبا ومن جدة إلى عذاب بحرا 130 كيلو تقريبا ومن عذاب إلى الفستاط 1080 كيلو تقريبا ومن الفستاط إلى عسقلان 500 كيلو تقريبا ومن عسقلان إلى قيسرية 118 كيلو تقريبا من قيسرية إلى دمشق 400 كيلو تقريبا ومن دمشق إلى بغداد 915 كيلو تقريبا ومن بغداد عاد البخاري إلى بلاده بخارة بنفس الاتجاه مجموع المسافات التي قطعها الإمام البخاري من بخارة حتى العودة إليها ما يقارب 14 ألف كيلومتر قطعها الإمام البخاري ما بين المشي على الأقدام وركوب الدابة أرى من الظلم الطعن في إمام هذا حاله الذي أمضى 16 سنة يقطع فيها آلاف الأميال مرتحلا من بلد إلى بلد ليروي لنا كتابه الصحيح عن الشيوخ والرواه بينما الطعن نفسه لا يحفظ عشرة أحاديث بأسانيدها أتحداه أنه قرأ الصحيح البخارية كاملة ومن إفلاس الطعنين أنهم يرددون نفس الشبهات على البخاري هي نفس الأحاديث ونفس الإشكالات التي ذكرها النصارى وكتبها المستشرقون وكررها الباطنيون وجاء اليوم العلمانيون والقرآنيون والتنويريون جاءوا يركضون ونفس الإشكالات يرددون مهلا يا دعاة الضلالة طيب غيروا شوي بدلوا شوي ضيفوا حديث آخر وشبهة جديدة أبدا لأنهم لا يقرؤون ولا يبحثون بل كالببغوات يرددون حتى الإبداع في النقد ماكو بعدما أنهى البخاري من كتابه ماذا صنع شوف الذكاء عند هذا الإمام قام وعرضه على كبار شيوخ الإسلام وأبرز حفاظ السنة وأئمة الدين في عصره منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي المديني وغيرهم فماذا فعل هؤلاء قرأوا كتابه كله ثم امتحنوا الإمام البخاري نعم سبحان الله وأنا أتأمل هذه المبادرة التي صنعها البخاري وكأنه أوجد ما يشبه نظام مناقشة الرسائل الجامعية الماجسيرة والدكتوراه في عصرنا فماذا كانت النتيجة النتيجة استحسن هؤلاء العلماء كتاب البخاري وشهدوا له بالصحة والإتقان وانتقدوه فقط في أربعة أحاديث نعم علماء عصره كان نقدهم على أربعة أحاديث يعني هذه النسبة ولا جزء من واحد من ألف بالمئة نسبة لا تكاد تذكر ثم نقد هؤلاء العلماء أو من جاء بعدهم كان نقدا علميا متعلقا بالصناعة الحديثية المحضة بناء على الشروط الشديدة التي وضعها البخاري نفسه نقدهم هذه الأحاديث هل هي متوافقة مع الشروط البخاري أم لا مو أن هذا الحديث ما يتوافق مع عقلي ومع ذلك البخاري بعد مراجعة العلماء لصحيحه أعاد النظر في كتابه عدة مرات وتعاهده بالتهذيب والتنقيح وبالتالي عمل البخاري بهذه الحالة ما صار عمل فردي هذا عمل جماعي وبمعايير عالية جدا من الدقة والاحترافية هل نحن نزعم أن البخاري معصوم؟ لم يقل أحد هذا هو يصيب ويخطئ في حياته العادية لكن البخاري كما يقول أحد الدعاء الإمام البخاري إذا أخذ مجلسه وأظهر محبرته ومسك قلمه فإنه لا يخطئ ليس لأنه معصوم ولا لكمال ذاته بل لكمال منهجه هو اختار الأحاديث وفق منهج سديد وشرطه لقبول الحديث شرط شديد فهو يسير على هذا المنهج وذاك الشرط هل رأيت آلة حاصبة تخطئ؟ ما بالوها تصيب في كل عملية حسابية أهي معصومة؟ أم ياتور الذي اخترعها معصوم لا يخطئ لا يقول هذا أحد أرجوكم ركزوا ليس حديثنا هنا عن عصمة وإنما حديثنا عن الإتقان فكما أتقن المخترع اختراعه كذلك أتقن البخاري كتابه